قصيدة لي اختي شاعرة اهل البيت والبيت دولة الكويت ندر سيد يوس هاشم السيدة احمد الرفاعي حق استادتها الدكتورة ليلة المالح وهي كاتبة هنا عنها ليلة محمد المالح استادتها بانجليز بجامعة الكويت شرت في الرأي بتاريخ 2 يولو 2008 يعني قبل 13 سنة لانه هي مصالح غير هنا شاعرة ومتخصصة في علوم التصوف مذربوها سيد يوس هاشم السيدة احمد الرفاعي وزيرناها بشيخ طريق الرفاعي الصوفية والشاعر هي الدرس في العام التعليم التطبيقي لغة انجليزية فنشوف شنو كاد المعلم ان يكون الرسولة شو تقول حق استادته استاد ليلة المالح علم كبحر مانح درس لها قد شاقني بسناء صبح سانح اذ قال اذ قد حباني نظرة من نهل عقل راجح تواضع وبمسحة من ذوق وعي واضح فلها لسان اعجمي ببيان فكر مالحي لامحي ولها كيان يعربي لم يغترب بملامحي ولها حصور او لها حضور مورق يشدو كطير صادحي بديحة سباقة نواقة للصالحي كلها يعني بالكسرة سبحان الله وهي مصالح شقة شكو جنه هذا كتابها هي اللي قالت عن الربيع الزائف ربي وهمه ديتهني يا الله خالحانه ربيع سائف وتقتروه المهم انكمل القصيدة عشان الوقت يقام معه فهي تقول في ندوة او جلسة هي نجمة للسائح طلابها بعطائها هم في طريق ناجح تسقيهم وتعينهم لصعود برج طامحي حيوا معي دكتورة هي ببهجة لحوائجي لجوائحي لجوانحي صلى عليك الله يا نورا اتى بفواتحي يا خيره من خاطبته خاطبته وقصدته بمدائحي ساتي الله خير وهذه سيرة الذاتية وادعو لها وشكرا فاتحو صمدية يا اشهر قصيدة هذي اللي هي تقول عن الربيع عن الثورات اللي صارت هذي اشهر ما في الكتاب عشان عندي وقت يتقول ربيع زائف نكد قطور فلا زهر يفوح ولا عطور ربيع باهت احسن فيه ولا تشد بانحاه الطيور ربيع عاصف غبرة سماه ولا يروي سواقيه الغدير ربيع تعبت الغربان فيه وتكثر في جوانبه القبور ربيع يحصد الاروح حزن ويزعم انه الفتح الكبير ربيع الكيد جلابوا البلايا الى ارض المحبة اذ يزوروا اسموه الربيع وقد كان قفرا ببابا في نواهيه الشرور بتخطيط وتمكين وفوضى ببلطجة وعنف كم يجوروا هذا من كتابها الربيع زا في شائرتنا هنذا سيريوس هاش من رفعي اختي بلنكمل بعد الصفحة هذي وانتقروها بعيونكو بربا قد نصرت مسيرة شهرين ولم يخدرك مولاك المجيرو والله صلى الله شطرنا رحمد ادناد الكثيرو كذبنا وتضلينا زورين كرينو بتصادفو الدهور وشكرا